لكن بعيدا عن كابتن هشام بعض الاخوة الصحفيين وبعض المنتمين لنادي الزمالك طلعوا الفترة الاخيرة وخاصة بعد عدم ذهاب نادي الزمالك لملاقات النادي الاهلي في قمة الدوري بارقام مغلطة جدا للواقع بفكرة انسحبات النادي الاهلي امام نادي الزمالك وان بدء الانسحبات او بداية الانسحبات كانت للنادي الاهلي امام نادي الزمالك واستعرضوا جدول كبير وقالوا فيه أن النادي الأهلي انسحب ست مرات أمام الزمالك مقابل ثلاث مرات فقط لغير انسحبات الزمالك أمام النادي الأهلي دي أرقام طبعا كان لابد أننا نتوقف عن ده زي ما حالتكم شايفين ده بناء على كلامهم وإحنا دايما بنحب ناخد بمعيارهم هم قالوا أن البطولة اللي انسحب فيها الأولى أو الانسحاب الأول للنادي الأهلي كان قبل المباراة هنا ما فيش طب أي فرق بين فكرة قبل المباراة وأسنان المباراة ابن مباراة كان في دور القاهرة 41-41 والحقيقة كان الزمالك هو بطل الدوري المباراة كانت تحصيل حاصل والنادي الأهلي أصلا رفض يلعب مباراة وأبلغ اتحاد القرى أنه مش هيلعب مباراة فلاقى ابن نادي الزمالك مباراة أمام الترسانة فسميه هذا بنسحاب طالما ده ما يقاركم هنمشي عليه الانسحاب الثاني كان في الدور العام موسم 65-66 أثناء المباراة الانسحاب الثالث موسم 71-72 أثناء المباراة كانت اتنين واحد ومراة كانت اتنين صف والحقيقة حصل شغب لكن طالما ده ما عاركم موفقين به الانسحاب الرابع وهم انسحاب النادي الأهلي أو اعتذار النادي الأهلي على لعب مباراة السوبر في 2001 وخدوا انسحاب كده النادي الأهلي من مشاركة البطلة العربية كأنه انسحاب أمام الزمالك وحسبوه كمان مباراتين وقال هم دولة الست الانسحابات أمام النادي أو امام انسحابات النادي الأهلي أمام نادي الزمالك فحبين نوضح قبل من استعرض صورة انسحابات الزمالك أمام الزمالك أن احنا دايما بنفرق بين فكرة اعتذار عن بطولة واعتذار عن مسابقة فكرة شغب الانسحابين أو المباراتين الوحديتين اللي انتهوا قبل معادهم الأصلي هما مبارات 66 مبارات 71 72 مبارات 66 الجماهير هي اللي عملت شغب وكابتن علي زيور كان مدير الكرة وقتها في نادي الأهلي خد الكرة وحطها في وسط الملعب عشان استكمل المباراة ولكن كان الحكم صبح نصير كان عليه على مجدل كبيرة جدا جدا من قبل كل جماهير الأندية اللي بتنافس نادي الزمالك طبعا العلاقة اللي بتربطه بلاعب في نادي الزمالك نوع الأخ وكمان أخطأ كتيرة جدا على رأسها خطأ لمطش الزمالك والمحلة الشهير اللي تم دراسته في كلية هندسة موضوع كبير جدا بالنسبة للكابتن صبح نصير فكان أي خطأ تحكيمي دايما بتبصله بشكل مبالغ فيه شوية في مبارات 71 72 بالفعل في الأسبوع السابع للدوري طبعا المباراة كان 2-1 وراكل الجزاء غير صحيحة احتسبت ضد النادي الأهلي فحصل برضو شغب ولكن الشغب المرة دي خلى اللعبة تخلي الملعب تماما وتلغى الدوري ليس بسبب المراد دي بس لا ده كان كمان ده لغة العصر في الوقت ده كانت مباراة بين المحلة والأولمبي في ملعب غزل المحلة وبرضو حصل فيها شغب كبير فتم اتخاذ قرار بإلغاء الدوري تم تحقيات كبيرة جدا فإذا كنا بنعتبر ان دي انسحابات فحابين نذكركم بهات بقى مرة انسحابات الزمالك أمام الآلي اللي ابتدت في كاس مصر موسم الف تسعمية تمانية وعشرين تسعة وعشرين أثناء المباراة الدقيقة تمانين والآلي فايز واحد صفر حصل شغب فده أول انسحاب اللي بيردد الكلام ده مش انسحاب النادي الآلي قدام زمالك هو انسحاب الزمالك أمام الآلي من تمانية وعشرين تسعة وعشرين في كاس مصر الموقف اللي عمل النادي الآلي في دور القاهرة موسم أربعين واحد واربعين هو هو نفس الموقف اللي عمل النادي الزمالك موسم سبعة واربعين تمانية واربعين النادي الآلي كان حاسب دور القاهرة والزمالك أبلغ ان هو مش هلعب المباراة الأخيرة فالنادي الآلي لعب بدل نادي الزمالك لعب نادي السكة الحديد المباراة دي بقى في كاس مصر موسم 81-82 ودي اللي محدش بيتكلم عنها خالص أزمة طبعا بعد هدف حسن شحة الملغي اللي تكلمنا فيه كتير نادي الزمالك كان المفروض يقابل النادي الآلي في الدور قبل النهائي لكاس مصر اعتراض نادي الزمالك على أزمة الهدف قرر نادي الزمالك أنه ينسحب ولكن اتحاد القرى بدل ما يعلن فوز النادي الآلي وصعوده للنهائي قرر إلغاء مسبقة كاس مصر اللي انسحاب اللي بعد كده والشهير موسم 95-96 في الدور العام ولا طبعا فاكرينه بسبب هدف كابتن حسام حسن اللي أنهى الدور تماما وكابتن نبيل محمود قال كنا بنضلمها الانسحاب الآخر 98-99 بسبب طرد أيمن عبدالعزيز واللي كان المدير الفني وقتال كابتن فاروق جعفر وقال ما أقدرش أتحمل ريسك أن أنا ألعب عشرة قدام النادي الآلي لأن التاريخ بيقول أن أنا هتعرض لهزيمة سقيلة بما أنكم اعتبرتم انسحاب النادي الآلي في 2001 في السوبر انسحاب فحبين نفكركم أن في 2006 و2007 كان المسترد النادي الآلي يواجه الزمالك طبقا للوائح في مباراة السوبر ولكن نادي الزمالك اعتذر أو انسحب زي ما تحبوا تسموا يعني لو بما يركم يبقى انسحب 2006 و2007 وواجه النادي الآلي فريق أمبي في 2006 وفريق الإسماعيلي في 2007 والانسحاب الأخير هو انسحاب الدوري العام اللي هو 2019-2020 بمعياركم إلا إذا كنتوا حابين تسموه أن الأوتوبيس ما وصلش دي كان تاريخ الانسحابات بمعياركم بالأدلة بالتاريخ أعطاكم 8 انسحابات واضحة وصريحة فيهم شاركة كمان من اتحاد القرى في حرمان النادي الآهلي من الوصول لنهائي كاس مصر موسم 81-82 فلما تحب تحط معيار خد بالك لأن المعيار ده ممكن يرد في صدرك بالضبط يا أحمد وزي ما انت اتكلمت يا مش بس رقميا هي فلسفة الانسحابات وأسبابها المختلفة تماما أن احنا كنا عرضنا في حلقة قبل كده تصريح كابتن محمد صبري عن مارك باتا وازاي هو حكم جيد ونتمنى أنه يحكم المباراة إزا مالك انسحب وكمان وضح أحمد وقعت كابتن حسام حسن وفكرة كورسي في الكولوب وطبعا أهداف مختلفة تماما وملابسات مختلفة تماما ترجمة نانسي قنقر